رأى سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع جمعية البحرين لمكافحة السرطان فعاليات الأسبوع الخليجي لدعم مرضى السرطان حيث تهدف هذه الفعاليات لتعزيز الشراكة المجتمعية بين كافة المؤسسات والجمعيات في محاربة هذا المرضى عندما تكون هناك روح للمبادرة فأنها تتجلى في خدمة المجتمع دون أي مقابل فهي سمة تضع على عاتقها الاهتمام بالقضايا المشتركة وخاصة الإنسانية منها تحت شعار 40% وقايا 40% شفاء انطلقت فعاليات الأسبوع الخليجي للعام الثاني على التوالي لدعم مرضى السرطان بمشاركة نخبة من الفنانين والداعمين وذلك لتخصيص ريع السوق والمزاد العلني المقام لصالح مرضى السرطان في البحرين طبعا أحذر اليوم أنا مع كل الأخوة المشاركين والمعدين إلى هذه الفعالية لدعم جهود جمعية البحرين لمرضى السرطان نحيي جهودهم لنشر الوعي خاصة انتحد شعار 40% وقايا 40% شفاء ونتمنى أن نصل إلى 100% وقايا من هذا المرض من خلال هذه الحملة التوعوية جهود الوزارة ومشاركة الوزارة نابعة من واجبها في المشاركة المجتمعية اليوم شفنا من خلال المشاركين أن هناك تركيز على البيئة وإعادة التدوير وهذا يصب في رسالة الوزارة لله في الاستفادة من إعادة التدوير وإنتاج مواد والسلع تكون مفيدة مشروعي كو آرت عبارة عن إعادة تدوير لقطع المستهلكة وتحويلها إلى قطع أثاث أكسسوارات منزلية تواجدنا اليوم هنا بالدعم من بلدية الشمالية في الأسبوع الخليجي دعم مرضى السرطان مشروعنا عبارة مشروع توعوي بأهمية الحفاظ على البيئة في نفس الوقت أي قطعة انباع هنا من القطع الريساكل بيكون رايحة طبعا لصالح جمعية مكافحة السرطان إن الفعاليات تركز على أهمية إجراء الفحوصات للكشف المبكر عن مرضى السرطان بالإضافة إلى تقديم محاضرات توعوية حيث أن هذا المرضى يمكن الوقاية منه باتباع نظام صحي بما فيه الغذاء وممارسة النشاط الرياضي في حين يمكن الشفاء منه حين التشخيص المبكر وتقديم العلاج اللازم العام الماضي 2016 لما أطلقت هذه المبادرة كانت تحت شعار 40% وقاية و40% شفاء السنة في 2017 الأخوة في اللجنة المنظمة ارتعت أنها تستمر على نفس الشعار لما لها من أهمية في توعية الناس الجمهور بشكل عام وكذلك لتحفيزهم على إجراء الفحوص والأشياء التي تقلل من خطر الإصابة إن هذه المبادرة تأتي لتوطيد العلاقة بين جميع فئات المجتمع للعمل على تعزيز الشراكة المجتمعية بين كافة المؤسسات لمحاربة مرض السرطان ودعم الجمعيات الخيرية حيث أن المساهمة في هذه البرامج والأنشطة بلا شك تعود بالنفع على أبناء الوطن إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحر